السلام عليكم طلاب صف الثالث المتوسط ومرحبا بكم بالفصل الثاني لمادة الكيمياء اليوم محاضرتنا الزمرتان الأولى والثانية طبعا احنا اخذنا جدول الدوري تحديدا بالفصل الأول ونعرف انه جدول الدوري يتكون من ثمان زمر وكذلك من سبع دورات وبعد تهماتي لدينا معلومة ثانية انه جدول الدوري تكون من أربع تجمعات اللي هي شنوه بلوك اس وكذلك بلوك بي وبلوك دي وبلوك اف اوكي شباب اليوم محاضرتنا بالفصل الثاني تتكلم عن الزمرتان الأولى والثانية يعني حاصريا تتكلم عن الزمرتان الأولى وكذلك الثانية تمام تعالوا خلينا شوف شنو عدنا بالزمرتان الأولى والثانية طبعا بداية ان الزمرتان الأولى والثانية وين يقعان يقعان يسار الجدول الدوري ماذا تضم عناصر الزمرة الأولى؟ تضم الليثيوم وكذلك الصوديوم والبوتاسيوم والريبيديوم والسيزيوم والفرانيسيوم طبعا الفرانيسيوم هنا لديك ملاحظة مهمة دونها أمك ممكن تأتيك على شكل فراغات الفرانيسيوم هو فر 87 هو الفلز الوحيد الذي يحضر صناعيا الفرانيسيوم هو الفلز الوحيد الذي يحضر صناعيا سأليت هايضروغين ضمن عناصر الزمرة الأولى؟ لاحظة يكون الحنيل من عناصر الزمرة الأولى ان가دوغين يكون أقل نشاطا من بقية العناصر الموجودة في زمرة طبعا ستكون هناك طبيعة لانه عدد ذر واحد وعند كتون واحد كان المذه ante بالغلاف الخارجي إذن ماذا ستكون ضمن عناصر زمرة الأولى؟ لا يعنيا أنما سنتذار ستكون الأقل نشاطا من بقية عناصر زمرة الكشم ماذا تسمى عناصر الزمرة الأولى؟ تسمى عناصر الزمرة الأولى بالفلزات القلوية وبسيق المحاضرة سنعرف ليش سميناها بهذا الاسم عناصر الزمرة الثانية تتكون من البريليوم والمغنيسيوم والكاليسيوم والسترونتيوم والباريوم والراديوم ماذا تسمى عناصر الزمرة الثانية؟ تسمى بفلزات الأتربة القلوية وكذلك عندما تكون بسيق المحاضرة سنعرف ليش سميناه بهذا الاسم ستألنا السؤال أستاذ لماذا دعنا ذن العناصر ضمن زمرة واحدة؟ لماذا لا تكون بقية عناصر ضمن زمرة الأولى؟ لأن ذن العناصر جميعها سينتهي مستوى الطاقة الخارجي أو مستوى الطاقة الأخير بملكيترون واحد أستاذ من يقول كلامك صح؟ لديك أبسط مثال يوجد منه الليثيوم عدد الذر جيد ثلاثة ترتيب الألكترون سيكون بهذا الشكل واحد اس ثنين ثنين اس واحد وهذا لديك مستوى الطاقة الخارجي من انتهى؟ انتهى بألكترون واحد عناصر الزمرة الثانية ستألني سؤال أستاذ لماذا دعنا ذن العناصر؟ بالأخص أنه ذن ضمن زمرة واحدة لماذا؟ لأنه جميع ذن العناصر سينتهي بألكترون بيمان بالمستوى الطاقة الخارجي والدليل سوف نأخذ البيئي تمام؟ عدد الذر جيد 4 1 اس اثنين ثنين 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 إلكترون لذلك دعنا نضمن زمرة واحدة التي هي زمرة الثانية تمام شباب؟ لديك المعلومة الأخيرة التي سنأخذها بهذا السلايد أنه عناصر الزمرة الأولى والثانية لا ينوجد طبيعة وهماتين كذلك بسيق المحاضرة سنعرف ليش أنه ذن العناصر لا ينوجد بالطبيعة تعالوا يا هسن ننتقل الإلم إلى الصفات العامة لعناصر الزمرتين الأولى والثانية عندك أول نقطة عناصر هاتين الزمرتين ذات كهرة سلبية شنو؟ وواطئة وطاقة التعيين شبيهة هماتين كذلك واطئة دعنا نستذكر شنو طاقة التعيين والكهرة سلبية شنو عندنا طاقة التعيين؟ هي مقدار الطاقة اللازمة لنزع الإلكترون واحد دنيا من مستوى الطاقة الخارجي زيان السادة شنو الكهرة سلبية؟ هو قدرة الذرة على جذب الإلكترون التعاصر في شنو في أي مركب كيميائي لذلك أخذناها بالفصل الأول عدنا هسن نقطة الثانية يقلك لجميع عناصر الزمرتين غلاف خارجي يحتوي على الإلكترون واحد بالنسبة لشنو؟ بالنسبة لعناصر الزمرة الأولى وعلى الإلكترونين بالنسبة لعناصر الزمرة الثانية كما أخذنا بالمثال قبل قليلا بالليثيوم والبريليوم أن عناصر الزمرة الأولى تحتوي على الإلكترون واحد وين؟ بمستوى الطاقة الخارجي والزمرة الثانية تحتوي على الإلكترونين وين؟ بالمستوى الطاقة الخارجي النقطة الثالثة لا توجد عناصر الزمرتين حرة في الطبيعة شن السبب؟ لشدة فعاليتها والدليل أننا لدينا الصوديوم ينحفظ بمادة الكيروسين أو النفط الأبيض عندك هنا عناصر الزمرت الثانية تكون القلف للزيئة من عناصر الزمرت الأولى طاقة التأيين عناصر الزمرت الثانية أعلى من نظيرتها عناصر الزمرت الأولى شباب نقصان الحجم الذري بالنسبة لمن هو؟ بالنسبة لعناصر الزمرت الأولى والحجم الذري نحن أخذناه من؟ بالفصل الأول هو نصف قطر الزر نظر نقصان نقطتين هو الاختلاف بين الزمرتين الأولى والثاني إذا قلت لك ما هو الاختلاف بين الزمرت الأولى والثاني تذكر لذلك النقطتين ننتقل الآن إلى أهم الخواص الفيزيائي للعناصر الزمرتين التي هي الأولى والثاني أول نقطة يقل لك تتناقص درجات الأنصهر ودرجات الغليان مع تزايد العداد الذرية لعناصر الزمرتين طبعا قبل كل شيء شباب نحن نرى أن الزمرت الأولى ما لدينا العدد الذر المالتين؟ 3, 11, 19, 37, 55, 87 لأن ما هو العداد الذرية؟ زين عندك الزمرت الثانية عندك 4, 12, 20, 38, 56, 88 نحن لو نرى أن هذه العداد الذرية يحدث بها يحدث تزداد 1, 3 إلى آخره 4, 12 إلى آخره مع تزايد العداد الذرية ما سيحدث لدرجات الأنصهر والغليان؟ سيتناقص لذلك يقول لك تتناقص درجات الأنصهر ودرجات الغليان مع تزايد العداد الذرية زين عندك النقطة الثانية ركزوا يا إنه مركبات تمام? دعي بالك يا إنه مركبات هذه الفلزات ما قال هذه عناصر قال إنه مركبات هذه الفلزات مثل الكلوريدات أفصال مثال عندك من نوع الانهي السياء والكي سي او والآخره نيل من الكلوريدات لأننا شبيهن تلون لهب مصباح بنزن بألوان مميزة لكل فلس زيني السادس هو شنو مصباح بنزن أبسط مثال هو عندك هذا مصباح بنزن يحتوى على هذا اللهب هذا اللهب اللي جاء يشوفونه اللي هو الأزرق تمام طبعا عندك هذا اللهب رح يتغير زيني السادس شو رح يتغير عناصر الزمرة الأولى انه سوف تلون هذا اللهب انه ليثيوم و السترناتئوم رح يكون هذا اللهب انه لون القرمزي حمال النذائل للحضور هو الأحمر المائل إلى البلنبسجي وعادي�� اكثر ومركبات الزمرة باللون الاثفر براق أو ذهبي انه ل Badnes يكون لون العين ما سوف تلونه السودون مركبات الزمرة يкую أنه يكون الأصفر gepler مع الماء الألمي للذهب أي الحال على مقاكمة الزمن الثاني إنتظر عناصر الزمن الثاني يب Denك ابول على loop co Poor Brown كاليسيوم يكون لهب فعلا لون الأحمر الطابوقي يعني أن يكون لهب فعلا GusETH ريت البار يبدو جديد كاليوس Wind واللون الأخضرقققققق line مؤிرة المصفرrie هناك Carbon دعنا أنه أن درجات الأنصهار ودرجات الغليان مع تزايد الأعداد الذرية ستتناقص لكن بالنسبة للكثافة يقول لك أنا لا أستطيع أنطيك فتقاعدة أو مقدار أو فتعدد محدد ما هو السبب؟ يقول لك كثافة العناصر غير منتظمة الزيادة أو النقصان مع تزايد أعدادها الذرية علما أن كثافة العناصر الثلاثة الأولى يؤمنون عندك الليثيوم وكذلك الصوديوم والبوتاسيوم يكون الأقل من كثافة الماء بدرجات 25 سيليزية ننتقل الآن إلى بعض الخواص الكيميائي عندك أول نقطة لعناصر الزمر الأولى الألكترون واحد ولعناصر الزمر الثانية الألكترونية ويكون في غلافهما الخارجي تستطيع أن تفقدها عند الدخول في تفاعل كيميائي وتكوين أيونات موجبة الشحنة اللي عندك أم موجب بالنسبة لعناصر الزمر الأولى ما تقصد بهذا الكلام؟ عندك أبسط مثل الليثيوم عدد الذر ثلاثة ترتيب الألكترون سيكون بهذا الشكل 1S2 2S1 كيف يحتويه بالمستوى الطاقة الخارجي؟ يحتويه على اليكترون واحد وعندك المستوى الطاقة الخارجي أو المستوى الطاقة الثاني كم اليكترون المفروض يحتويه؟ يحتويه على الثمانة اليكترونات ويأتي المعلومات تأخذناها بما تقوى هيا لفصل الأول وغاية شباب تستطيع أن يكون هذا اليكترون فقده لو أتجيب لي سبعة الكثيرونات إذا تقول لها فقدة أقول لك عاشت إيدك إذن من فقدة شرح تتحول ذرة الليثيوم تتحول إلى موجب واحد أم موجب واحد طبعا حرف أم يعني هنا أيفلس بعناصر الزمر الأولى أو الثاني فاضح الفكرة شباب زين أو ثنائية الشحنة أم موجب الثين بالنسبة لمنوة بالنسبة لعناصر الزمر الثاني أبسط مثال عد منوة لوعد البيئي عدد ذري أربع هذا ترتيب الألكتروني 1S2 2S2 ماذا ينتهي؟ ينتهي بألكترونية نحن نرى ما ينتهي بألكترونية ومن هو عندك مستوى الطاقة الرئيس الثاني نعرف أن المستوى الطاقة الرئيس الثاني كم ألكترونية يحتوي؟ يحتوي على ثمان الألكترونيات واضح الفكرة شباب؟ نحن نعدي ألكترونيين من الأسهل أفقتهن لو أجب لكترونيات أجب لكترونيات إذا تقول لك أفقتهن أقول لك عاشت إيدك من أفقتهن؟ ما ستحدث بالذرة؟ ستكون ثنائية الشحنة أم وجب الثين هذا كلام بالنسبة لعناصر الزمر الثاني عندك النقطة الثانية تتحد مع اللافل الزات وتعطي أملاح المستقرة كثيرة الذوبان لهم منهم ستتحد عناصر الزمرتين الأولى والثانية أبسط مثال الأملاح الدمنوة الـ NACL وهو ملحط طعام ورح يكون ذوبانا دائما بالمي عداء الليثيوم الذي يكون عقل ذوبانيا أستاذ شنو السبب؟ وذلك له صغر حجمه وقوة الجذب الكبيرة للنموات على ألكتروناته أستاذ شنو جاي تقصد بهذا الكلام؟ تعالوا عندك أبسط مثال الليثيوم ذرة الليثيوم نعرف أنه عدتها ثلاثة رسم الذرة رح يكون بهذا الشكل وذلك يا شباب نحن عندنا بالمستوى الطاقة الخارجي عندنا ألكترون واحد ومثل ما قلتكم قبل شوية من الأسهل أجيب له 7 ألكترونات عند مستوى الطاقة الرئيسي الثاني يمتلي أجيب له 7 ألكترونات لو هذا الإلكترون فقده إذا تقول له فقده قال لك على شديد أكيد رحه فقده لماذا؟ لأنه الإلكترون واحد أسهل من أجيب أن من أجيب أن 7 ألكترونات عند هذا الغلاف وهو مستوى الطاقة الرئيسي الثاني على مودي يمتلي زيني أستاذ شنو الحل؟ عندك الحل أن هذا الإلكترون سوف يفقده بما أنه سوف يفقده فما سيكون يكون ألكترونيال بمن؟ بالمستوى الطاقة الرئيسي الأول زيني هنا عندك النواات لا تبقى تتفرج ما سوف تفرج سوف تجذب لأني الألكترونيال لذلك ما سوف يقول لك؟ يقول لك قوة الجذب الكبيرة للنواات على ألكترونيال واضح الفكرة شباب تمام زيني النقطة الثالثة تسلق هذه العناصر سلوك عوامل مختزلة قوية أي أنها تمويل لفقدان الألكترونيال التكافؤة الخارجية بسهولة أي لسهولة تأكسدها نفس الكلام الذي حجرتها بالأستاذ القبل هذا أوكي؟ جيد وقد سميت عناصر الزمن الأولى بالفلزات القلوية شنو السبب؟ لأن محاليلها عالية القاعدية أوكي كما سميت عناصر الزمن الثانية بفلزات الأتربة القلوية شنو السبب السبب؟ لأن بعض تأسيدها عرفت بالأتربة القلوية واضح الفكرة شباب جيد حسنا ننتقل فقرة الواجب عدنا بالنسبة للواجب عدد الصفات العامة لعناصر الزمنتين الأولى والثانية تحدثنا عليهم قبل شوية أوكي بالتفصيل النقطة الثانية يقول لك تمتاز عناصر الزمنتين الأولى والثانية بأنها ذات كهراء سلبية عالية صح له غلط؟ أوكي هذه بعض تبقى يمك شرحناها بالمعاضر إذا فقدت ذرة الليثيوم الإلكترون التكافر ستتحول إلى شنو إلى آيون شنو واضح الفكرة سميت عناصر الزمنة الأولى بفلزات القلوية شنو السبب؟ زيد سميت عناصر الزمنة الثانية بشنو واضح الفكرة شباب زيد إلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم على أن نتلقيكم بالمحاضرة الثانية للفصل الثاني في موالا فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله المرجع الإلكتروني للمعلوماتية طريقك نحو المعرض نهاية 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 نهاية